الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم السلطان الحمد لله الملك القهار القوي القادر المنتقل القبار القائل في كتابه العزيز إن الله يقوم بالعدل والإحسان وإيتام ذي القربى إن الله يقوم بالعدل والإحسان وإيتام ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبقى سبحانك سبحانك يتغير الزمان ولا تتغير تتبدل الأحوال ولا تتبدل الحكم حكمه سبحانه والأمر أمره سبحانه والتتبير تتبير سبحانه وتعالى بيجل كل شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لها لما ضغر نمروض وضغر في الأرض وقال أنه ليس في الأرض من هو مثله وضغر وتكبر وتكبر الله سبحانه وتعالى أراد أن ينتقم منه فصلت الله سبحانه وتعالى عليه حشرة صغيرة دخلت في أنفه فما استراح ضغره وما استراح ذلك إلا إذا كان يضرب على خم رأسه بالنعام الله سبحانه وتعالى هو المنتقم الله سبحانه وتعالى هو المتعالي جبار وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله النبي الأمي القراشي الزمزمي الذي بصلاة عليه تنفك الكرة وبصلاة عليه تنحل العبا وبصلاة عليه تغضى الحوائب وبصلاة عليه تنافر مغاقب اللهم صلي وسلم وبارد على سيدنا محمد بقدر حبك فيه يا رب يا رب يا رب يا رب فرج عنا ما نعم فيه صلاة تغطيك وتغطيه وترضى بها عنا يا رب العالمين ثم أما بعد أيها الإطوة الأحباب أحباب الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم العدل إذا صار العدل في أي عصر من العصور تقدم هذا العصر العدل إذا انتظر في بيت من البيوت تقدم هذا البيوت تقدم هذا البيوت العدل إذا انتظر في دولة من الدول تقدمت هذه الدولة وصار أحنها مصلحون أما إذا انتظر هذا العدل في أي بيت من البيوت أو مؤسسة المؤسسات أو بيت من البيوت ترابع أهل وانتظر الفوضى فيهم بل تحول سكانها إلى شلاطين هذا بالعدل أما إذا انتظر هذا العدل تحول المجتمع إلى مجتمع الفاسد لا تقوم له قائمة لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام دولته على العدل أقام دولته صلى الله عليه وسلم على العدل وعندما أقام رسول صلى الله عليه وسلم دولته على العدل ساوى الإسلام بين الكبير والصغير ساوى الإسلام بين الفقير والغني ساوى الإسلام بين القوي والضعيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني هذه النولة العظيمة على العرب النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ذلك وقال لا فرق العربي على أعجمي إلا بالتقوى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل قواعد الدولة الإسلامية فأرساها على العرق وابتعل عن الصدر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى عن نفس ما عملت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون لأساس الدنيا كله أساس الدنيا كله العدل أساس الملك والظلم أساس الانبياء لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يروي حديثا عن رب العزة عز وجل الفقار يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلكوه بينكم محرما فلا تصدرون اوعى تصدر حد 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 يوسك في الدولة العظيمة التي سادت العالم كلها أنشاها على العدل وبس العدل فيها ومحى دولة الزل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سعد على المنطر في يوم وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي أرسى العدل في البلاد كلها المنطر هو ما صرفش حد أبدا لأنه هو رسول العد صلى الله عليه وسلم قال من كنته قد جلبت ظهرا له فهذا ظهري فليبص منه النبي اللي بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم مضرمش عند أبدا من كنته قلبت ظهرا له فهذا ظهري فليبص منه ومن كنته قد ستت له عبدا جبت سيرته فهذا ما عنده فليبص منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كنته قد أخذته من ماله فهذا ماله فليعتص منه النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الكلام أن يجيب قص العدل في البلاد ما قالش ده لرسول الله ده اللي مصطفى ده اللي ربنا اخترني قال لك لا اللي له حاجة عندي يجي ياخده ومن كنت جبت سيرت حالحة يجي يجي في سيرت ومن كنت قد اللوش من حالحة يجي ياخد روز مني ومن كنت شدبت حالحة يجي يسيرني يجي ياخد حقه مني سواهم بقى حقي معنوي عن عقب مني هو واحد اعلم للصحابة وقال يا رسول الله قاله نعم قاله والله انك مدار لي بسلاسة ضلافين مخافشي لا مخافشي ليه لانه عرف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيخطيه حقه يا رسول الله قاله نعم قاله اعطتك عنتك ليه تلاتة بنيه عنتك سلاسة ضرافين وصاحب الحق انه جامده ممكن يقلش قاله قاله يا محمد حق جامده فقاله يا رسول الله اذا قاله يا رسول الله ان لديك لي سلاسة ضرافين وقريكم ان ايأخذها منك النبي قاله اعرف طلع المصحة وفحل عليه النبي قاله لا هد امارها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقر زالك وقال والله لا اسدح لكم ولم تكسبوه بس يقول لي كده فقرنا الداخل فقرنا كده لعله يكون ثلاثة اخر قاله يا رسول الله كنا في يوم من الايام وقد مرض علينا مسكينا وطلب منك درائمة فلم يكن معك يا رسول الله فأمرتني ان ادفعها لها في النبي صلى الله عليه وسلم وفكرت وقام هاتي كده في دماغه وقال يا عمال انا هدوم لك بس انا اعرش المطور مين ايه مكيف لا قاله يا عباس قاله يا عباس قاله نعم يا رسول الله قاله اعطله البيان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول العد هو رسول العد الذي اراد ان يرسي دولة العدل في رهوس المجتمع صلى الله عليه وسلم لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقنون معك وينهانى عن صور الرجل الرجل اللي كان الوالي قاله يا خليفة قاله يا خليفة قاله نعم قاله حصن لي دولتي انا عاوز ان تحصن دولة بتاعتي وليكن مثلا كان وزير او كان محاوض في مكان ما فبيقول له يا خليفة المسلمين قاله نعم قاله حصن لي دولتي حصن لي المكيف عن شديده ماذا قال له الخليفة المسلمين قاله حصن دولتك بالعبد حصن دولتك بالعبد ما قالهش هاد المكريس وقطاها عوران الصور لا قاله حصن دولتك بالعبد قاله زاد قاله ونقضي البهر من الرسول والصور قال لابد لقلت واحد منا ان يحصن نفسك ويحصن بيتك حصن بيتك بالعبد ونقضي طريق بيتك من الصور عشان الصور ما يميش في الكل لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالعجل ولو نظرت الى سجر الظالمين لو جدناها كثيرة انظر الى في العود ظالم 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 ماذا كان يقول كان يقول لقومه انا ربكم الاعلى في العود كان بيقول لقومه مفيش اله لكم الا لي ما علمت لفظ من اله غير في العود وكان بيقول برضو عشان بلدنا بلد الامامة بلد الخيران كان يقول أليس لي بلك مصر وهذه الانهار تجلي من تحته ظالم ظالم ماذا فعل الله سبحانه وتعالى به قرقه في اليمن وقعد يسره بس هل ينفع هذا الندم لم ينفع هذا الندم هذا لو نظرنا الى قرور وأنجي قرور قالي الحاجات اللي عملية من عندك قالت هذه الكروار الكثيرة والخزائل المليئة من عندك مش من عند ربنا لا 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 دا من عندك لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فخزبنا به وبدانه الأرض يقصر معاقبته وقيمة انظر الى هذا الرجل الضعيف هذا الرجل الضعيف الذي طام من نوره فوجد أولاد يصرخون من البوع صباح الصباح لا أولاده بيصرخون من البوع وهو عمال يبقب مش لا يمكن نيش فقال في البن علشان يأملها لعياله فأخذ شبكته وذهب هي الطاعة من الصباح ولكن لم يرصبه الله سبحانه وتعالى برز سبحانه وتعالى برز حتى فرغة استرسى أن تغيب حابل همّك يانا لأنهم أمانة في الدين وحضرتك وحضرتي ولذلك أمانة في الدين حابل همّك يانا فصلا يبتكي لله يا رب انت عالي بحالك وغني عن سؤالك أرسبني يا رب أبما المغرب ينتك أبما يضلق فربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوة الملهوف ليه؟ لأنه مجيد سليمي حاجة تانية لأنه حامل همّع يانه حاجة تانية لأنه خالف الأمانا لربنا سبحانه وتعالى وضعها في يمه أن تضيع فابتهى إلى الله سبحانه وتعالى وألغى شبكته وإذا هو يقر هذه الشبكة وجد فيها سبكة كبيرة عظيمة فأخذها مصرورا أخذها القول مصرورا على شبك يهدك العيال وإذا به يسير في الطريق وجد ملكا يتنزه ملك؟ بيتنزه في الطريق أكل موقود فره موقود ابت موقودة فرس موقودة بيتنزه في الشارع فعندما رأى قال له من أين أدايك؟ قاله والله أنا أنا أقول إيه؟ كنت أصداد رزقا لأولادك قال بتابل إيه؟ تصداد رزقا لأولادك وجبت إيه النهارة فالراجب أعطر الشرس لأنه عارب أنه هو ملك مش محتار منه حاجة ولكن دولي أعمالك دولي أعمالك دولي أعمالك دولي أعمالك الله سبحانه وتعالى هو الذي يلتقل منك فأمر رسالك نظر إلى السمكة فوجدها كبيرة عظيمة فاستقرها عليه وعلى أولاده وأراد أن يدخل على الملكة مراده السيد الدعب أراد أن يدخل على الملكة فيدخل عليها الصرور وخذ السمك من الرجل التلبان وعندما أخذ السمكة ودخل قصره وعرضاه على متوجده استدرت السمكة وعطت أصبعه لم ينى الليلة فذهل إلى الأطباء فأمر الأطباء أن تبطع صدره زند زند ولم يسترق ليلة فعرض أن يدخل على الأطباء فأمر الأطباء أن تبطع يده فكتب عن يده ولم يسترق في نومه ولم يسترق في ضميره فعرض أن يدخل على دخطور آخر وطبيب آخر فأمره أن تبطع يده كلها بسبب السر ففضعت يده واصطراح قليلا ولكن ضدور ما استليع شي فقالوا له حضرتك يا مولاي أتينا لك بكثير من الأطباء ولكن إحنا من رأيين إلي أن أنت حضرتك تروح لطبيب القلوب طبيب القلوب دي اللي يقولك ويشتجيرك ويشتجيره ويقولك فذهب إلى الطبيب النفساني وإنت ما تكون زعلت من هذا لابد أن يكون بينك وبين غير الحوار ما تبتمشي في نفسك لأنك لو قدمتك في نفسك هندعك ويأثر ذلك على عشرة حضرتك ويأثر ذلك على بينا لازم تدور على صديق من صدوق يستحمل في كلامك ويحفظ سرنا وينكلمنا فعرض الملم نفسه على طبيب من أطباء القلوب فأنه بحكي لي حريطك إيه اللي حصل أم إيه اللي بنتماشي في الطريق وجدت راجل معاه سمكا وخدتها منه عنوى سلط قالوا لها ده أنت لابد لك أن تذهب إلى وتبهت عن هذا الضوء وده استسدعه فالراجل سوف تقولي الشيطان دي اتعالي وقالوا ريجنان المالك أدور على الرجل القلبان واستسرعه ولكن أنا عمي كي ما يمكن دي أخي الحاجة بحياتي دفروا أدور بدأ هذا المالك يبحث عن هذا الرجل أنه مسامح فقابله بعد عنام فقال له يا هذا سامح قال له يبقى الفقير الفقير بيسامح الغالي والغالي يطمع في الحاجة الفقيرة ولو كل واحد فيه طمع في أي حاجة حواليا عمر معلو جدليه أبدا هيبطر كده في إسراع دائم بينه وبعد طبيره هيبطر كده عمرك ما تشجع أبدا اللي بصص لفوق دايما انت هو عمره ما تشجع أبدا فالراجل قال له سامحني يا خي قال له حاضر أنا سامح لك يا مولاي بس أنا عاوز أقول لك ايه المولاي بتكلم الراجل المالك بتكلم وقول له أنا عاوز أقول لك انت قلت ايه قلت ايه عدد يحصر كذا وكذا وكذا قال والله لا قلت بلا كلمة واحدة قال له الناسة قلت قال قلت يا رابط ان هذا القول قد أظهر علي قوتها فأرفي فيه قدرتك قلت قلت اسمع الى الزرد الزرد بيهدي بالبيوت الزرد بيونسي العلوم الزرد بيعيشك بهمة فاتاكوا الله عباد الله اتاكوا الله عباد الله وتمسكوا بالعجل وابتعدوا عن الزرد على الله سبحانه وتعالى ان يخفف عنا ما نحن فيه اقول قولي هذا واستفر الله لي ولكم انه بالله الحب لله الملك القهار المنتقل الجبار سبحانك سبحانك يتغير السلام ولا تتغير تتبدل الأحوال ولا تتبدل لذا فمن ينشغل غيرك يساعد ومن يرجو غير الرضاق يضعف ويضل توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبن بالعجل دوماً عن الطلب ألم ترى أن الله قال لمريبة وهزدي إليك بيزعى تصفر الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزديها جنته ولكن كل شيء له سبب وأصلي وأسلم على الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم المتعلمين والذي بعث الأمل في قلوب البائسين والذي مع دولة الزرق ونصر العد على المسلمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصفه وسلسل ثم أما بعد أيها النقوة الأحباب أحباب الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلسل صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى العالم من حولنا لو وجدنا أن هذا العالم يشبه غابه هذه من غابه يأكل القوي فيها الضعيف ويأكل الظالم حق المعتدد ويأكل الغني حق الفقير ولكن لا نستطيع إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل العلم هو أساس المن والزرق 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 هو أساس الاشتعباد وأساس الفوضى وأساس النحر وأساس الوهن والزرق لا فظل من إذا ما كنت مبتدرا فالزرق يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم انتبئا يدروا عليك وعين الله إلى التنمي اوعى تظلم حدك اوعى تظلم حدك الحق نبارك وتعالى يا خالدك ويوم يأكل الظالم على يديك انظر إلى طبس كده ويوم يأكل الظالم على يديك من شدة الزرق دخل كده يدين فبوقه زي ما تعبره في الرئيول ويوم يأكل الظالم على يديك يقول يالك كانت تغصد مع فصولي سبيلة يا ويلتا ليتني لم أدخذ فلالا خليلة فقد أضلني عن الذكر بعد إزياءني وكاد يضاري الإنسان فاسودا اوعى تظلم حق انظر العقل بين أبنائك لأن لا أصل بهذا الظلم ظلم الكريم الفقير بس ولا ظلم قوين ضعيف ولا ظلم حاكم للمحبوب ولكن هناك ظلم الجنسان لذلك حضرتك لو ما انتبعتش منها بالله سبحانه وتعالى وسبة رسوله إذا حضرتك بصارك لو ما ضربتش عيالك على الوفاة والعب وعلى صفات الحسنة إذا حضرتك بصارك بقدر الإمكان لو ما سعبتش جارة المخلوب الذي يضرب المحب يبقى حضرتك بصارك لو جبت سيرت حاجة وإحنا حين نقول ده الشيخ نذر معرفش حاجة لو تهكمت على العلماء الدين تقول لعلم له هفة يبقى انت حضرتك صارك لابد لنا أن نتمسمس بالعديد واعلم أن الله سبحانه وتعالى قال ما يرفض من طور إلا لي رقيب عديد اوعد اتكلم ولا تساعد حتى على الصف الملك اللي خلق من القصر اتاهم ينظر من السوفة ينظر من الشباك قصر كبير فوجد عريشة تلك بجانب القصر عريشة فزيما تقول الكبر خدوا فقال له لمن هذه العريشة فقالوله ان هذه العريشة لامرأة عجوز تسفق فيها تحمي نفسها من أشيعة الشبس العارض ومن قصوة البلد ليلة استيجا صرفيجا من قصر فامر حراسه هذا ملك الصالب وهدم هذه العريشة فاصبحت قومتا من الطراب فلما استيج العجوز دي كانت أفنى النهار وكان بديمحس عريس ايه؟ فلم تجد عريشتها إلا وإي قومة قومة من الطراب فقالت يا رب يا رب أنت أمرتني بالبحث عن الرزق انت قلت لي يا رب فامشوا في المناكبها وقلهم الرزق وليل النجور تبني يا رب كنت يبحث عن الرزق فأين أنت يا رب فأين كنت يا رب يا رب لما هذا الملك هدم هذه العريشة فأمر الله سبحانه وتعالى جبريبي بقالت يا جبريبي اهدم هذا القصد على كل ما فيه وهذه نهاية كل ظالم فاتقوا الله عفاد الله وعلموا أن الله أمرنا في العد ونهانا عن الظلم أمرنا في العد ونهانا عن الظلم فحافظوا على أنفسكم حافظوا على أنفسكم وحافظوا على بيوتكم وحافظوا على أعمالكم وكونوا متعاونين في الحر كونوا متعاونين في الحر لا تكونوا متعاورين بالظلط هو حد يجي يكون حضرتك زعلانا ستة تحتك او زعلان من ابنك ان تتجوز بعيد عنك او زعلان من ابارة او زعلان من مديرك ويقول لك انت ساكيت له ليه؟ انت ساكيت له ليه؟ لا تدعو ان المظلوق ليس بينها وبين الله ايجاب يرفع الله سبحانه وتعالى الى اعلى حل الليل ويقول والله يا هزيز يتكلم عن الدعوة والله يا دعوة دعوة المسل الدعوة والله لانصر ذكره بعد عيني ايها اخوة الاحباب احباب الهبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم اتكر الله عباد الله اللهم اني اسهلك ان تبعدنا عن الظالمين وعن الظلم والظالمين اللهم ادعلنا من العادلين المقصدين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واهل الشرس والمشاكين رب لنا ابناءنا اللهم رب لنا ابناءنا اللهم اجعلنا اخوانا متحابين على زر المتقابلين في جنات النعيم اللهم ادعوك ان تحفظ مصر واهلها اللهم احفظ مصر واهلها انصر المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ مصر واهلها وابدعها كل سوء واجعل ارضها ارض خير وسلام اقول قولي هذا واستغفر الله يولاكم فقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله موسيقى